السلام عليكم المشاهدين كديري اللبس عليكم الحمد لله نتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة اللي مجيتكم بوحدة طريقة زديدة للبنات على ود الخبز اللي مواتش الخبز ديال هيدا انا ندرتو بهذا الخبز ذاك الخبز القاسح ولكن تقدروا تمديروه بالكومير ولا اي خبز عدكم تايسيد تتقدروا تقرضو وحدة طريقة رقيقة سوف تتشدو هتو موهم تبعو الفيديو تالاخر ومتبخلوش عدية بلايك وابوني وفعلو زارة سوف يصلكم جادين هالطريقة تبعوه تالاخر سهل هنا عبتي غير بيضة وشوية ديال الحليب وشوية ديال الملحة انا غالي كل شي نشاركو معاكم اه هنا غالي نخلط هالبيضة كما تتشوفو هدي شوية ديال الملحة هكي ما تتعرفو ورا هالخبز مالح تنخلطه ديال مع بعدياته خلطه مجيان جيان البنات صافي تنضيروا واحد المقلع فيها الزيت جات يشخن هذا هو الخبز القاسح يعني يا راكم عارفين هذا يكون موجود هذا ذاك القاسح ماشي الرطب ولكن تقدروا تديرو بكم ارتومية الطريقة جوينة تتجي في الكاشكروت ولا في الفطور ولا يعني تتنوع الوليدات وراكم عارفين اي حاجة تديروها تتعجبون تقدروا تديرو تجوز بيضة البنات لبيته غير تتحطو الخبز وتتهزه صافي تتحطوه في المقلع دي ريكت طيب قيت تقلاق المهم تبعوا الفيديو تلخر وما تبخلوش عليها اللي بناتبلي لايك وشيكم ونطيركم زوين وبسلام عليكم وابقوا مع الفيديو تلخر وتشوفوا تحذيرات ديالو كيف يجديرو لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغنيا ينسيك لا تتذكر سلام عدما يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يرمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا منكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب لما تصبر اشتركوا في القناة وشكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة